يوم تشاوري في مدينة روسو في إطار إطلاق مكونة جديدة من مشروع مبادرة دعم الري في الساحل لاستهداف المستثمرين وتقديم الدعم والتحسيس لصالح المنتجين المتوسطين والصغار هذه الورشة التي أشرف على انطلاقها الوالي المساعد للترازة السيد محمد فالو المحمد وحمود تهدف إلى إدخال تقنيات جديدة من أجل زيادة معتبرة في إنتاجية الخضروات وذلك بغلاف مالي يقدر بمليار أوقية قديمة العملية مرتبطة بإدخال تقنيات جديدة في مجال الري وفي مجالات الإنتاج مما سيمكن من زيادة معتبرة في الإنتاجية يسهدف نوعين من المستثمرين المستثمرين متوسطين ومستثمرين السقار كلهم على مساحة 120 أكتار المبادرة الزراعية من المنتظر أن تشكل تشجيعا للفاعلين الزراعيين في مجال دعم إنتاجية الخضروات حيث ركز المستفيدون على أهمية المشروع مطالبين بضرورة المتابعة في التنفيذ المصين دائما كما دائما نوصف هؤلاء الاجتماعات عن القضية قضية متابعة قضية تنفيذ وقضية مسؤولية وهنا لا يفوتون أننا المستفيدين الأول والأخير اللي هم الفاعلين والمنتجين والمستثمرين نعودوا على مستوى التحدي وعلى مستوى المسؤولية المطلوبة مننا معناها أن نتحلوا بالمهنية العالية ونتحلوا بالنزاهة الإنتاجية نعود ونعرفوا عن هذه خدمة وطنية وعنهم واللي لا يسجلها التاريخ وعنها أمانة أمام الله تبارك وتعالى وأمام التاريخ الورشة التي تدوم يوما واحدا تلقى خلالها المشاركون محاضرات وتوصيات في مجال الزراعة ويشمل المشروع في هذه المبادرة ولايات الدرازة والبركنة وقرغل محمد لمين الهادي قناة الموريتانية مدينة الروسو ترجمة نانسي قنقر